صباح صباح وفاقت ساندي وطلبات الفطول فترات وتسلمت دك الشي اللي شرات عيطات على الروم سيربس وجات عندها بنت وعاوناتها وجدات راسها ولبسات ما بقاتش بغتبان في صفة غدير نهائيا غدير ما بقى لها وجود تغلبات عليها ومحاتها مع بعض المساعدة من أم سخر هبطوني هالباليزات اللي عامرين حوايج جداد وطلبات تاكسي ياخدها المطار هزات الوراق الخاصة بغدير اللي خدات من غرفة صخر ما لقاتش مشكلة مع الفلوس حيت عندها اللي كف فيها من نهار خدمات في الكازينو وهي كتجمع في الفلوس وصلت للمطار وساعدها أحد الموظفين ودخل لها الباجاج طلعت للطائرة ومشات للأراضي البريطانية كيف وصلت ساندي خدات موعد مع أحسن الأطفاء في بريطانيا كشفوا عليها والقاوب اللي عندها أمل ترجع تمشي من جديد فرحات بهذا الخبر وبدأت كتجهز للعملية اللي غدا تكون من بعد 15 يوم طول هاد المدة ما بانتش غدير كيف ما توقعت ساندي كانت فرحانة وعاز ما التعالج وترجع تمشي واللي زاد عاطيها حافز كتر هو صخر بغد ترجع ليه في أسرع وقت ممكن وفي المغرب صخر داز من المحاكمة وكانت قاع الأدلة ضده وهو ما حاولش يبحث أو يدير شي مجهود باش يثبت براءته تحكم عليه باستجن المدة طويلة كل شي تتضمن قرار الحكم إلا سخر كان ملتازم الصمت معظم الوقت ومخلي كل شي يدوز غادي كيف ما بغد طرف لاخر لحقاش عنده مخططاته حتى هواء الخاصة به كان فقط مشطون من جهة الأمة يالو غادير ولكن قال ما حد هف دارهم وفي حماية سيراج ما عندوش على شي خال أما سيراج فانهار صبح الحال واكتشف اختفاء غادير حسب الدنيا دارت به وفكر غير فخور اللي خد له وما قدرش يحمي ليه الفتاة ديالو اللي وصاها عليها ما قدرش يقول الصخر حتى حاجة ولتازم الصمت وداز شهر وفين ما كيثول صخر على غادير فاش كيجي عندو سيراج كيحس به كيكذب عليه وطلعات شكوكه في محله وصا عمر يجيب ليه خبار غادير وهاد الأخير مع طلوش أكد ليه باللي اختفت وما بقاتش معهم في الفيلا هادي مدة صخر سخط على الوضعية وعلى خوة وكيفكر يخرج يقلب عليها خايف تكون وقعات لي هاشي حاجة ولا أعداء وعرفوا باللي باقي على قيد الحياة بس يف باش قنعوا عمر يبقى ويكمل على شطاف ونهارت حبس وهو اللي غادي يقلب عليها بدال الصخر من اللي عرف باللي هاد المكيدة دارت ليه من طرف صحابنا باش حسوا بالخطر من جهته قرر يمشي معهم في الخط ويبدأ انتقامه حتى هو من البلاصة اللي بدا فيها كل شي أما بالنسبة لساندي فدارت العملية ونجحات لها ودوزات شهر ديال الترويب حتى ولادت تقدر توقف على رجليها كل يوم كانت أقرب من مبتغاها وإرادتها غير ما كانت زيب تحفظها والانتقام كذلك بغا تكمله وتعاون الصخر وتجمع معاه ويعيشوا في سعادة هاد شي اللي كان قدام عينيها طول الوقت وحالة ساندي تحسنات ورجعت كتمشي بحالها بحال أي شخص عادي وكتمارس الرياضة بكترة باش تسترجع لياقتها كانت في الجيم كثمة العادة كالتريني كملت وهي تهزقر عاديا ما كتشرف فيها ومع الدورة شافتو وهي تحليها بدأت كتكح وكتدرب على صدرها وكتشوف فيه واقف وكيخنزر فيها دارت بسرعة بغت تهرق وهي تساطح مع جسد آخر هزات في عينيها بغل ورجعت شافت موراها عرفت رأسها باللي حصلت وما كان فين تحرق وهاد شي هو اللي ما كانتش ديرا ليه الحساب أن هاد الجوج إلقاوها قال راكان قلت ليك غدينلقاها ولا لا جاوبوسي وأخيرا ساندي قالت ليهم علاش تابعيني علاش ديك اللي جايين على قبلها بح مشات قال لي هاركان إلا مشات غدين رجحها واخر بقى أنا وياك حتى نوضو الشي ببجوش ساندي قالت ليه كتحلم وهو يقول سيف أنت اللي كتحلم إلا عند راسك غدا تعيشي مخيرة وتلعبي بجسد ماشي ملكك حاجة وحدة اللي درتي في حياتك ذوينا هي العملية ودافة وقتك سالة وغادير غدا ترجع توحشت عشيرتي وباغي غير إيمتا عن نقه قالت ليه ساندي اللي قاسني في كوم غادي نقتله قرب عندها راكان وشدها من دراحة وهزها لحفق كتفو وتم خارج وصيف تابعهم اللور كيشوف فيها كتغوت وكتركل بحال المصعورة دخلها للطموبيل وقلت حداها راكان حاكمها طلع سيف القدام وساق بيهم موقف حتى القدام واحد البناية هبطها راكان بنفس الطريقة وطلعوا الفوق كانت شقة كبيرة ديالسيف دخلها راكان الواحد البيت وضرب لها مهدئ عاد زكات وضغيت طرخات وقدها فوق الناموسية وغطاها خرج هو وصيف وقلصوا في الصالة كي تناقشوا في الخطوة المقبلة راكان قال من غدة غادي نبدأ مع هالعلاج من جديد قال ليه سيف وذعمه غادي اعطي نتيجة راكان قال أكيد تنويم المغناطيسي هو اللي غادي يرشع غادير وهو يقول سيف عرفتي فاش تاصلت بيه وقلت ليه باللي لقيتها كنت شوية وغنطيح جمعت علي الفرح والتعب من نهارة عرفت باللي اختافات ما شفت الراحة وفيما شكيت أنها ممكن تكون كان مشي نقلب عليها قال ليه راكان كنت شاكي يكون قالب من سخر وهو اللي مغبرها ولكن نهارة مشيت نشوف خالتي سولت عليها سراج وحنا قالسين في الطبلة كانت عشاء وواحد الخدامة طيحات دكشي اللي كانت حزة في ايدها حسيت بشي حاجة مريبة خاصة فاش بدأت كترة عدو دخلات الكوزينة تعشيت معهم ورجعت بحالي ولكن بالي بقى مع الخدامة اللي سمعت سيرة غادير وتبدل فيها اللوم بقيت حاضها وما بالي يا والي وواحد النهار تبعتها ووقفتها قلقلتها وهي تسرس بقاعدة كشي لي عارفها خديت من عندها نمرت مول تاكسي ولقيته وعرفت لوطيل اللي قلسات فيه بقيت كنت حقب خطواتها وعارف باللي تابع ساندي ماشي غادير ومن اللي عرفت باللي هي هنا في بريطانيا كانت المهمة شوية صحيبة باش نلقاها حتى لوحد النهار طاحت علي فكرة نقلب عليها في المستشفيات وبالفعل مع المعارف لقيتها وعرفت في هنا مستشفى كانت ناعسة اعطاولي المعلومات الخاصة بيها ولقيت فين ساكنة وفين كتمشي ودشي جهزت راسي وعلمتك واللي ما باقي رك حالفه سيف تبطب لعلك تفو قال له ما عندي ما نسأل وعدتي تلقاها أوفيتي ركان قال ليه هادي تاني مرة كيتخلى عليها من بعد ما لقيتها هاد المرة غادي نساعدها تشافى ونرجحها ليا عمره غادي حلم يشوفها مازال وحتى حد ما بقى عنده الحق فيها من غيري سيف قال له غير خطوة خطوة تبرا وديك ساعدير البريدي قال ليه ركان النود نطل عليها ونمشي نعز غدا غادي يكون مرهق وصعيب قال ليه سيف حتى انا نمشي نرتاح حاس براسي مهدود ادخل فيه في البيتو ورا كان ادخل عندها اجلس جنبها في الناموسية ومد ايدو حيد ليها الشعر المستعار لاحو وطلق ليها شعرها الأسود اهبط عنده وباس ليها جبهتها بعد وجهو شوية ونزل عينيه كي يشوف شفايفها توحجها بالزاف وماقدرش من عرازو حتى شفايفو على تيالها وغمض عينيه وبقى مودة وشفايفهم مثلا حمين ومن بعد ناد خرج من البيت وهو كله أمال يشوف حبيب تقلبه في أقرب وقت أما الصخر تم تحويله لسجن آخر من أخطر سجوب في البلاد وقفت السيارة لناقلة بعض السجناء ومنهم صخر قد دام بوابة على الملاقة من الحديد الحراز منتاشرين في كل بلاسة وكي ينجوج منارات عالين في الجنب دل بوابة من كل جهة فيهم غرفة صغيرة في الأعلى واقفين فيها الحراز بأسلحتهم تحل الباب ومن بعد التفتيش والإجراءات دخلوا السجناء ودوهم للزنزانات الخاصة بهم لبس صخر اللباس الخاص بالسجن وتوجه مع الحراز للزنزانة دياله وقع الأنظار عليه عيون جاحدة وعامرة حقدم تبعاه كي يشوف فيهم بنظراته الحادة عارف أغلب الوجوه اللي محبوسة هنا هو بإيده زج بيهم وراء القطبة القسم اللي كان مكلف بيه هو قسم الجريمة وبما أن هذا السجن خاص غير بالقتالة والمغتسبين فكيعرفهم وكيعرفوه وهو وفطريقو سمحها مسات وتواعدات بالانتقام من السجناء وباللي دخل جحيم برجليه متحركات فيه حتى حاجة وقاعمة مسوق افتح الحارس الباب ودخل كانت زنزانة صغيرة وضيقة فيها جوج أثيرة صغيرة ادخل وقلس في السرير الخامل قبل ما يعير انتباه للسجين اللي معاه اللي في نفس الزنزانة قالس فوق فراشه ومتبع لصخر العين تكى صخر على السرير ويالله كافيه دار دراعه على وجهه سد عينيه ودازت ليه وكان كل يوم حافل بالنسبة لصخر كل مرة مشاد مع سجين في شكل مرة في وقت الغداء كان قالس كياكل تجا وقف عليه واحد بدك يعاير ويسب وكل سلخد لعصامل عند سخر عادت دخلوا الحراس وفرقوهم وباقي السجناء غير كيتفرجوا وباغيني تشفواه في سخر ومرة كان في الساحة كيتريني الحديد تهبط عليه واحد وذي يروح للحديد اللي هاز بها سخر الأتقال احتق الجو ابقى معابز معه السخر وخد تخنقه وجهه اللي أحمر ولكن استجمع قوته ودفعه عاد ناض عليه وتشابكه فرقوهم وتعاقبوا بجوج بالسجن الانفرادي لمدة أسبوع وهو أكفز عقاب تمعك دوي السخر داك الأسبوع بمشقة ومن اللي خرج حينيه تعمى وبالطول اللي ما شافه طول هاد المدة ورجع للزنزانة دياله وكيف ما كل يوم كيتهجم عليه ولي يستفزوشي واحد وبعد المرات كيتحامعه وكان مسموح السخر بالزيارة وحده كل أشهر وطلب أهن فقط زوج الأشخاص اللي ممكن يزوروه عمر وموراد ما خلاشي حد من عائلته يجي عنده أصلا الأم دياله مفرس هوا وصيراج كاحي عليه منهار عرف باللي ما قدرش يحميليه غادير ويعتاني بها حتى يرجع ما كيدووشي يوم وما يفكرش في حبيته والأيام الأخيرة اللي يدوز معها السخر كان كل يوم كيخرج للساحة أو قاعة الطعام كيبقي يقلب بعينيه على واحد الشخص معين اللي عمره غادي ينسى وجهه ولكن بدون فائدة عمره ما شافه ولف جو واستجن ومركز في التمارين الرياضية دياله ودي ما كيخطط ويحلل وما كيهضر مع حد إلا إلى دعاة الضرورة وجا يوم جديد فاقد ساندي ولقا ترازها في غرفة غريبة مجهزة بحالي لكينا في عيادة بغا تتنوت وهي تلقرازها مربوطة جوج سماطي عراض رابطينها مع السابير واحدة ديزة من فوق صدرها والاخرى من فوق سيقانها بدات كتغوت وتسب احتدخل راكان وصيف وغير شافتهم تكحلات بالعمل وبدات كتنطر وبغا تتنوت راكان درب لها مهدئ بشرخيها فقط ما كي نحش وجابوا لها الفطور ووكلوها وبدأ معها راكان الحسة في الحين كان سعيب عليه ينومها مغناطيسيا وهي رافضة واستعان بالأدوية المنهزبة يوم بعد يوم كيعتانوا بها ويوكلوها بالزز عاد كيبدأ معها راكان العلاج وداز شهر بدون نتيجة حتى بدأوا كيفقدوا الأمل أن غادير ترجع من جديد سيف بدوره كيدير كل في جهده باشي خليها ترجع لدرجة تمشى المغرب وجاب صور عائلتها لأم ديالها وختها وكيعاود لها على الأيام اللي دوزوا مع بعضياتهم في المعهد والذكريات اللي عمره غادينساهم من نهار دخلات غادير لحياته ما تجاوبات مع حتى حاجة وديما كتوخرها بنوبة غضب وكتبقى تسب وتهدد فيهم وتتوعدهم بالشار أنا رجعوا لعندسخ كانوا واقف في الزنزانة وكيترحت ما مصدقش باللي أخيرا شافه ولكن تعجب علاش طول هاد المدة ما كانش كيباليف حتى بلازة حس بشي إنه في الموضوع وخاصه يعرف شنو كاين ما بقاش قادر يسبر جا وقت التنفيذ وخرج للساحة كيف كل يوم جالس في كرسي بوحده ومربع إيديه وناشر رجليه وكيشوف نقطة وحدة ووجهه عليه نفس النظرة الغامضة والحادة حس بشي حد قلس حداه وقال له جيت غير نقول ليك حضي راسك قد راجع سخرس مع الاسم وذير على إيديه حتى خرجه عروقه ودار شاف في السجين اللي قالت حداه وقال له فين جد زنزة نديانه قال ليه السجين علش كتسور سخر شاف فيه وقدر بحده أي معلومة كتعرفها لذاك الكلب قولها ونود شوف ما تقضي قال ليه السجين اللي عارف هو أنه محكوم عليه بالمؤبد وقضين في هذا السجن ادخل ليه صغير فاش كان في العشرينات ودار بلاستو ضغية وقتل شحال من سجين واحتل حراس قاتل فيهم شحال من واحد إيه لكن تي ناوي على شي حاجة غير انساها هداك ما معاه تش اللعب بتزم السخر وقال له ولكن أنا جاي نلعب وماشي أي لعب لعب لكبار ومتشوق لهذا اللحظة من زمان السجين وقفوا تم غادي وقال كنت كنت منى نقنعك باش تراجع لدك شي اللي في بالك ولكن بايل ليه مصرع لقرارك اللهم هاكا سعادة الضابط أما عند غدير اختفاء سيندي مكان سهل لحقاش غدير استرجعات قاعدك شي اللي ببذاته سينديد للجرائم والقتل واحتى آخر واقعة فيش دفعات أم صخر من تروج هاد الشي حطم غدير وخاهية ما ليهاش دنب ولكن تاكسات والدمرات وتمنات لو أنها ما تتعالجاتش غير ما تسترجعش هادوك الدكريات شحال بكات على خطها وعلى اللي وقع لها وبكات على راسها وعلى الزوبعة اللي كانت عايشة فيها وصخر اللي تقطع قلبها عليه فاش عارفات بلي مسجون في المغرب ولكن ما كانتش عند هالشجاعة باش ترجع عنده وهي عارفة أنها كانت على شوية وتكون سبب في موت الأم ديالي كيف غادي تواجهه وتشوف في عينيه فاش غدير كانت في هاد المرحلة الصعيبة ما لقاتش من غير راكان اللي كان في جنبها في كل خطوة واحتسي في الماكان كتاح ليه الفرصة كان كيجي يشوفها ومن اللي كانت في المصحة طلقت بسوجين اللي احتها هي كانت كتعالج من الاكتئاب وهي فتاة عفوية كبرتها جداتها من بعد ما توفى والديها في حريق وماتت جداتها عام هذا تحطمت ودخلات في دوامة حزن عميقة واكتئاب حات كانت جداتها آخر شخص لها في عائلتها ومن اللي مشات حسات بعالمها نهار امتاهنات مهنة عرض الأزياء من اللي كانت صغيرة وتشهرات في السوشال ميديا ورغم شهرتها عايشة حياة عادية بعيدة على الأضواق مستمتع بحريتها وكتحرك في بغاية بعيد على هرج الشهرة والمشاهير اللي كيقلبوا على لفة الانتباع ساكنة في حي هادئ وفي منزل بسيط وارتاتوا على جدودها طلاقات مع غادير أول مرة باش كان راكان جاب هال عند أستاذ ديانو واللي هو أخي السائي في علاج المرضي الغادير وعنده خبرة كبر من راكان هو كوري الجنسية وعنده مساحة في سيور جاب هال عنده راكان ودرت حالتها من بعد ما عطاه راكان جميع المعلومات عليها وبدأ في علاجها سيف كانت فارق معهم في بريطانيا وهو ممشاوا في كوريا وهو رجع للمغرب لأن الأمة ديالو كانت عيانة وخاصة يكون في جنبها بدأت شهر والعلاج عطا نتيجة وبدأ ظهور غادير كيتكرر وقد ردت ترجع معظم ذكرياتها حتى الذكريات اللي كانت عقلة عليهم غير ساندي ودازت شهرين وخرجت سوجين من المصحة وبقات كتجي تشوف غادير اللي بدأت حالتها كتتحسن انهار قربات غادير تخرج من المصحة من بعد ما تشافات كليا اقترحات عليها سوجين جي تسكن مهاها وقالتها غادير لراكان اللي رفض ومعجبوش الحال ولكن غادير كانت عجباتها الفكرة وقررت تستاقر وتكمل حياتها في هاد البلاد كانت بداية جديدة كأنها مولود جديد عاد خرج للدنيا ما كان على راكان إلا أنه يوافق ويدعمها وحتى هو قرر يخدم على الأستاذ دياني ويكمل بحثه تم ماجنيت غادير احترمات قراره وخاما بغتوش يبقى على ودها وتكون هي السبب في هاد القرار اللي خداه انتقلات غادير وثكنات مع سوجين اللي عرفات من بعد باللي هي عارضة أزياء مشهورة سوجين دارت غادير الماناجر ديانها وخاما عندها حتى معرفة بالمجال ولكن سوجين بغتها باش تخرج للعالم وتندامج مع الناس حتى الوحد النهار تعرض عليها عمل في عرض الأزياء من طرف الشركة اللي خدامة فيها سوجين في اللول رفضات ولكن سوجين قدرت تقنحها اختانعت غادير بكلام سوجين ودخلات في مجال جديد ساعدها من عدة نواحي واسترجعها تثيقتها بنفسها وبدأت كتبني في شخصيتها من جديد ما بقاتش غادير الضعيفة واستاذة جالي كتسمح في حقها وما كان على راكان غير يقبل وخاما عجبوش أنها تدخل العالم الأزياء على داك الشي اللي معروف عليه ولكن غادير دارت حدود ما يمكنش تتخطاها أبدا سنات العقد بعد ما وافقوا على شروطها بالكامل من نهار شاف صخر دراجون قدار يعرف باللي رجع للزنزانة دياني وكانت في نفس الطبقة اللي فيها صخر وصل وقت الأكل وبدأوا كيخرجوا السجناء بنضام وحراسة مشددة تفاديا لأي مشكل أو اشتيبات واحد مورة واحد هابطين في الدروش وغادين في صف واحد وصلوا لقاعة الأكل وهي الصخر عينيه وشاف في واحد الجهة وهو يباليه دراجون جالس في طبقة بوحده وحاط قدامه بلاتو عامر أكل مضوبل على داك الشي اللي كي ياخده سجناء لخرين منشخد البلاتو ديالو وديز عمر ليه الأكل وتقدم بخطة واتقة حتى وقف عليه اجلس مقابل معاه وخبط البلاتو على الطبقة هز دراجون عينيه الشرانيين وشاف في صخر اللي بدوره بادلو نفس النظرات دراجون قال له بصوت خشن كي يخلع ابن يازيد الصغير كيف الزعمة تاريخ كي يحيد نفسه لشنو صخر قال ليه ما نظنش كون متأكد هاد المرة تاريخي غدي يتغير دراجون قال ليه همم حاول ودير جهدك باش ما تتلقاش بباك وتتحشم معاه حيت فشلتي تاخد ليه بتقرد ياك هاد الشي لشي عندي قال ليه سخر تلتاشر سنة وانا كانت سنة هاد اللحظة ما تخافش موجد ليها مزيان دراجون هز البلاتو ديالو قال اوكي هاحنا غادي نشوفه واش الابن يقدر يتفوق على الاب حيت بباك مات بسهولة وخاب امالي بزاف في الجنرال بن يزيد سخر كتم غضبه وقال له لعد العكس ديال نهايتك بدا مشاد راجون كيدحك باستهزاء ومخلي موراه بركان شاعل على وشك الانفجار ابقى جالس كيشوف الفلاتو اللي قدامه ما قاسوش وقف ولاحدك شي وتوجه للطوالات كانت خاوية ادخل سخر وقف قدام لبابه وافتح الباب ده كيدو وزع لعرقه وجهه حاس بالعافية شاعلة فيه تحرك البؤبؤ ديالعينيه بسرعة فاش حس بشي حد موراه ومع ذات القى دراجون ورعه حس بشي حاجة تخشات في جنبه بقوة واختار قاد أعضاه ونزل عينيه بينتليه ايد دراجون شادة في فرشات الأسنان وخاشيها في جنب سخر اللي كيشارشر بالدم جبدها بقوة حتى تقوه سخر بالألم كان التحت ديال فرشات ماضي بحالينا منجورة وولا راسها رقيق حتى دراجون يدولي كلها وشوم على كتف سخر وقرب عنده ادنيه وقال له بصوت كيف فحيح الأفعى عرفتي باش كان تمييز على الناس الأخرين ضربتي كتكون غير متوقعة عاود اغرز فيه الفرشات في نفس البلاصة وبدك يدورها باش يدير ضرر أكبر دم سخر وصل الأرض ودير داية بعد عليه دراجون خلي الفرشات مغروسة في بطن سخر ابتاسم ليه وعطاه بالظهر وخرج ابدا كيحس بالدبابة في عينيه ورجليه مبقوش هادين حاط ايده جنب الطعنة وكيتلمس في الفرشات ابتاسم هو كيشوف خيال الأب دياله وواقف قدامه وكيشير ليه وفجأة طاح على طولته وما جارته غير على الأشاس خلاته يفقت الوعي أما هي كانت غادة في الشارع مكمشة في الموطو ديالها والريح كيدرفش عارها فجأة وقفت جامدة وحطات إيبتهجهت قلبها حسات بحاجة شي حاجة غرسات في قلبها معرفيتش باش تقلات وحاسة بالخنقة كأنها مقجوجة طاحت على ركابيها ومرة كتحط إيدها على عنقها ومرة على قلبها تلقيت صافرة مجحتة فأرجاء السجن وقاعد السجناء عرفوا باللي أحد السجناء مات حيث ما كتطلقش إلا في حالة الموت بدأت لها دركة الضور والسجناء بغين يعرفوش كنت تعفى عليه من هذا الجحيم حيث اللي دخل لهذا السجن ما كيخرش إلا إلا كان غادي للروضة ما كين لا إعفاء ولا خروج مشروط أصلا غير صحاب الجرائم من الوزن الثقيل اللي كيتواجدوا به القليل فيهم اللي كتلقى عنده عشرين أو ثلاثين سنة جمعوا السجناء وبدأوا كيرجعوهم لزنزاناتهم الأغلبية فيهم لاحظ غياب صخر ومنهم السجين اللي كان تكلم معاه كانوا واقفوا علامات الحزن باين على وجههم وكيتمنى ما يكونش دكشي اللي في باله وقع بدأت لها دركة نتاقل من سجين اللاخر وجملة وحدة كتتعاود الدراغون اقتل الضابط صخر كانوا كيتدولوا هاد الجملة وهما ضحكين حاسين بالشمتة فقط لأنهم محضروش له هاش يتشفا ويشفي وغالينهم في اللي كان سبابهم في الدخول لهذا المكان غرغوا عينين السجين اللي كان تلقى المساعدة من صخر وكان على الأغلب الوحيد اللي حزن على هذا الخبر وفي المستوصف التابع للسجن كان مستلقي على البياص ودينين عليه إيذار بيت مغطيه كله وبقعة دماء مطبوعة فيه واقفين عدة حراز كيتناقشوا بيناتهم واتتاصوا بالمسؤول باش تقام الإجراءات ويخرجوا الجدة ويعلموا عائلته كان جالس في الزنزانة دياله كرشو دهره كلهم وشعم خاصة دهره كيتوسطه وشم كبير للتنين وهو وراء تسميته بدراجون جسمه مقلدم وعضلاته منفوخين بشكل مبالغ بحل أجسام المصارعين هز جوان كيكمي فيه بأريحية بحالي لقالس في داره ماشي في زنزانة هز عينيه وباليه أحد الحراس واقف قدام الباب الحارس قال مدير السجن بغعد دراجون قال ليه ايا ومن بعد قال ليه الحارس ضروري تمشيل عنده هاد المرة تجاوزتي الحدود قاتل ضابط وماشي أي ضابط سخر بن يازيد كل شي عارفه وإلى داعة الاخبار بنادم غادي بديها بش وتقدر تعاقب عليها هاد المرة وقف دراجون وقال اديها فراسك لنفرعوا ليه وتحرك إلا انتو مخايفين أنا ما كنخافش وهنا حاسبه ضاري ما غاديش نخليشي واحد يجي وتبورد عليها فيه خرج هو والحارس الفين واقفين ثلاثة أخرين وداوه للمكتب المدير في جهة أخرى من السجن ابقاه واقفين في الخارج ودخل هو بوحده كيف ما موالب بان ليه المدير قالس فوق الكرسي ووجهه صفر قلس فوق الفوتين مسرح وناشر جسمه الضخم كيشوف المدير باستغراب وهو يقول دراجون مالك مخلوع لهاد الدرجة موت بن يازيد الصغير أطر فيكم وبدأ كيتحك وقال ما تخافش صحابنا غادي تكلفه حتى كيسمعشي صوت كيقول له ما نظنش هاد المرة غادي نفعوك تلفت دراجون جهة الصوت وإيدا به كيتصدم كان واقف قدامه على رجليه عارس صدر وجنبه عليه لسقة كبيرة ووحده في جنب رازو دراجون معرف باش تبله قال صافي نحاه وما بقى ليه غير يكون تحت الطراب حتى كيلقاه قدامه صحاسلا قال صخر ما تقولش ليه تصدمتي لهذه الدرجة تصدمتي فراسكياك كيبال ليه يفقدتي اللمسة ديالك كان عليك تأكد باللي مول أمانة دا أمانتو عادة دوست عنقر على الباشار ولكن ملومكش كبر السن وجنون العدم اللي فيك سطعك صراحة صدمتيني ومشيتي على حسب الخطة ديالي بالحر عند بالك مدايرش في حسابي باللي غادي تقدر بيه في أي لحظة خيبتي ظني فيك زع ما ما قدرتش تقدر مدى خطورة ودهاء الخصم وانت اللي عايق وفايق وما كيديرها بيك حد قال ليه دراجون مايمكنش وهو يقول سخر لا يمكن جيت على قبلك وما غادي نخرج حتى نصفيها ليك بأبشع الطرق وكنت عارف لخبار وصلاتك وقالوا ليك ما نخرجش من هنا حي داك الشي علاش خليتك تقتلني همتي دراجون شاف المدير وقال وانت كيفاش قضيتك قال ليه سخر لا لا وهو غير كيتبع الأوامر فقط ما تضلموش مسكين وشاف المدير وقال له دير جيب ليك شي دويرة ناضي المدير وخرج تحت نظرات دراجون القاتلة وكيف تسد الباب جاء دراجون يدور وهي تجيه لك معلنيفو احتشار شرب الدب ولا في هيئة وحش مستاعد ينهش لحم عدوم وهو يقول دراجون جنيتي على راسك كنت باغي نصيفتك بالعداء ولكن انت اختارتي الطريقة الصعبة قرب عنده سخر بسرعة وعطاه درب الفكوح تتحكو سناني وهو يقول له شحال فيك دي الله درا وبدال عراق كل واحد كيدرب بجهده دقف سخر ودقف دراجون سخر وخنزف وجرحه باقي جديد إلا ومحاش به نار الانتقام شعلى فيه وكيبال له غير يشفيه غليله فيه ما يقتل دراجون برصاصة وحدة ولكن ما بغاش يقتله الموت ارحم له خاصه يدوز من العداء ويموت بشوية بشوية يكون موت بطيبة من بعد ما دوه السخر على دراجون جاع انواع اساليب التعديد وخلاه كيلفض انفاسه الاخيرة في صندوق عامر مسامر قال له قلت ليك ما غاديش نرحمك ونقتلك بسهولة وطلع مع الدروج ولقى المدير واقف وبين فيه مرفوع لاح ليه سخر الهدرة بلا ما يشوف فيه قال لي عائلتك في آمان دابا خرج من باب آخر وكانت الطموبيل ديانه محتوطة اركف فيها وذات بسرعة فائقة مات دراجون وعمر وموراد تكلفوا بالجتة ديانه ومدير السجن تعاون معهم سخر جاه من نقطة ضعفه واللي هي عائلته وقرر يتعاون معهم ورجعوا جتة الدراجون زنزانته وعنوا باللي مات بسكتة قلبية كل شي تتضم الخبر لا سجناء ولا احتحوا لفاء اللي في الخارج وكاين اللي ارتاح بسماع خبر موته سخر اول حاجة دارها من بعد ما خرج من السجن هي يمشل عند الامة ديانه اللي غير شافتو تلاحظ عليه كتعنق فيه وتبكي كان عند بالها مشى الامريكا وما باقيش غد يرجع حيت كاعي عليها ولكن فش شافتو رجع لعندها وحدنات ولدها حتى شبعات حاولات تعود هاد المدة اللي كانت قلصة على نار كتصنى رجوعه ويوم جديد مليئ بأحداث مفرحة وحزينة فاق بكريكي فعاد اهبط لصالة الرياضة اللي في الفيديو ترينا لمدة ساعتين وطلع دوش والبزعين اهبط وكان ما زال كل شي نعز وركفتو موبيل وتوجه للمكان السري الكوخ اللي خارج لمدينة وصل وبانت ليه سيارة عمر وافتح الباب ودخل هز الغطاء اللي في الأرض دي واللي مغطي بالزربية وهبط مع الدرجات شاف عمر جالس فوق الفوتاي وهي شي حاجة في يدو بحل كتاب عمر شافو حدك شي من يدو فوق الفوتاي ودار عليهم خدة صغيرة وناد قرب عند صخر وهو يقول له صخر جاي بشي حاجة ولوالو قرب عمر من نوعا نقو وقال له على سلامتك بعدها ادخلتي الجحر الحنش وخرجتي حي ما عندي من سهلك صخر قال له ياك ما توحشتيني وهو يقول له عمر لا بالعكس عادي شفت لهنا صخر قال لي يواعطيني المفيد قال له عمر آه فراسك الدراجوم عنده احتحد لا عائلة لأصدقاء احتحد ما تسوق الجتة دياني واكيد شركاء احتهما تبروا مني صخر قال هاد الشي قلتيه لي البارح في التليفون واطلقني قراب ديت كان تعصد عمر كيحك فراسو وقال بسح قلتوليك واللي تكن مساعد لي غوط عليه صخر وقال لي غادي نعوقك إلى منطقتيش فين هي غاديها عمر شاف جهة الفوتاي ورجع شافيه داز فيه الصخر ومشى الجهة الفوتاي وزف بديك لمخدة وهز المجلة وكيف شاف في الغلاف خرجه عينيه ما يمكنش العارضة اللي في الغلاف هي نفسها غادير حبيبته كيفاش وعلاش واشنو كتدير في المجلة افتحها وبدك يقلب العدد ديان المجلة عمر غير بتصاورها تصدم وفرح من اللي شافها واقفة على رجليها وفي نفس الوقت مفقوس ومعصدق كيشوف الوضعيات اللي دايرة وتصاور اللي واخدي لها كيفاش حتولات عارضة فاش كانت كتفكر كمش المجلة في إيديه وبغيت تفكر خنزف عمر اللي كان واقف بعيد ليجي خوي فيه عصبيته وخرج كيسعود وفي كوريا الجنوبية جارة كان عند غادير وخرجها بالزز عرض عليها اللغة حيث ما بقارش كتبغي تخرج ولا تغير سعية دازرة كان المطعم الشعبي تغداو وطلبات غادير من راكان يتمشوا على رجليهم خرجوا غادين كيهضرو كيضحكو خدات غادير التليفون وبدات كتصور في راسها عجبها الجو ورتاحت شوية كانت الدنيا عامرة بليكو وشي غادي وشي جاهل وشي كيتصور وشي كيتمشق قرب راكان عند غادير ووقف مهراها ودار ايده على خسرها ودخل راسه حتى هو في سيلفي خداتها وهي كتضحك بعدات عليه وجات الدور وهي تشوف خيال واقف بعيد عليهم وعينين مراقبي لهم ركزات تشوفه وهو يطيح لها التليفون من ايدها كتشوفه هو بشحمه لحمه واقفه كيشوف فيها في عينيها شوفاته كانوا قاسحين وعامرين غضب والات كترجف كلها وعينيها تغرغوا بالدمار ما كرهاتش تجري وتلاحف حضنه وتعنقوا بكل قوتها ولكن خايفة وحتى شوفاته يزرعوا فيها الضح يمكن عرف شنو دارت لامه وكرهها وبحلواله جاي عاقبها جاه الاحتمالات الخيبين تزوف بالها في هاد اللحظات ركان شافها واقفة ومركزة في بلاسة واحدة دور وجهوه ويباليه سخر تكحل بالعمى كيتسائل شنو جابول هنا وكيفاش عرف مكانها عودتاني لاحظ النظرات المتبادلة بيناتهم كأن الوقت توقف وغيرهما بوحدهم لكينين تنمال زير على ايدو كالعنف حضو المكفص ما جاء السخر غادي يضرب ليه كل شي في الزيرو وإمكانية أن غادي ترجع السخط ما يقدرش يستحملها نزلت دمعة على خدها وهي باقة في نفس الوضعية غمضات عينيها وزيرات عليهم فش شافت ودار وعطاها بالدهر وثات قلبها وجهها وهي كتشوف فيه كيبعد طاحت في الأرض وطلقات العينان لدموحها راكان جا عندها طايا هزها وهز التلفون من الأرض وارجع لبلاسة في الفاركة الطمو حطها فيها وهي غير ساهية ودموحها دايزي طلعوا كسيرة غادي سايق ومعصب وخايف عليها كيلعن في الصخر على مجيئه اللي دار فيها هاد الحالة وصلت دار وهبط وحليها الباب وبغي هزها ومنعاته بإيديها ابنا ما تهدر ودازت من حداه ودقات الباب فتحات سوجين الباب ودازت من حداها ابنا ما تهدر معها ودخلات لبيتها وصداته واتكات عليه ابدا وشهقاتها كيعلام ونازلة بظهرها مع الباب حتى طاحت في الأرض وبدات كتغوط ولا كيكرهني اوه علاش يا ربي علاش صخر كيكرهني بسمعرة كان غواتها من الخارج عياه يدق ويعيط ومبغاتش الجو اضرف واحد الكرسي وخرج زاعف وقيسك وفي اليوم التالي نعضت مدق دقوعه هنيها من فوخين يمشيت للجيم عسوجين غير بزز عندهم جالسة من حين لثلتيين اللي دوذاتهم كيف الزومبي اللي بسمة اختفت من وجهها وهي غير كتخمن وكتجنب كل شي احتركها جهزات راسها ومشات للشركة هيو سوجين ودخلات للستوديو وسوجين كان عندها التصوير في الخارج دازت للتريسينج لوم وقدوا لها الشعر والميكاب ولبسوا لها الزي اللون كان فستان ابيض سامبل وزوين خرجات وهي طلاقة عارف عرفات بلي الجلسة ديالتو نائي تعارفوا بيناتهم وبدوا الخدمة وقف صخر التموبيل قدام الشركة وهبطوا دخل بخطوات كبار مشان يشال للستوديو وقف حدا الباب وعينيهم شاولي هديري كت كيشوف فيها شوفات نارية واقفة كتبدل في الوضعيات هيو العاطب مرة شادها من خسرها ومرة معنقها من كتفها كلها مرة وفين كيحط ايديها غدير كان حاضر فيها غير الجسم ديالها والعقل غاير كتتحرك بحال الاهلة وممركزاش نهائيا حتى انها ما انتبهاتش الوجوده وهو على شوية كان غادي تفرقع ما حس إلا برجليه قادوه عندهم وبدون اندار جر غادير من بين ايدين العارض ونزل عليه بلاكمال وجهه خليه منشور في الارض كينزف وبدأ كل شي كيغوز جرها موراها مزير على ايدها بالشهد وهي مشوكية وكتألم القبضة اللي داير لها خرج من الشركة وجرها حتى الباردونك وقفوا دفحها على التموبيل ديالو حتى تزدح لها دهر لبس صخر اللي باس الخاص بالسجن وتوجه مع الحراس للزنزانة ديالو وقع الاندار عليه عيون جاحدة وعامرة حقدم تبعه كيشوف فيهم بنداراته الحادة عارف اغلب الوجوه اللي محبوسة هنا هو بايده زج بيهم وراء القطبة القسم اللي كان مكلف به هو قسم الجريمة وبما ان هذا السجن خاص غير بالقتالة والمغتسبين فكيعرفهم وكيعرفوه وهو وفطريقه سمحها مسات وتواعدات بالانتقام من السجناء وباللي دخل جحيم برجليه متحركات فيه حتى حاجة وقاعمة مسوق افتح الحارس الباب ودخل كانت زنزانة صغيرة وضيقة فيها جوج أسيرة صغيرة ادخل وقلس في السرير الخاو قبل ما يعير انتباه للسجين اللي معاه اللي في نفس الزنزانة قالس فوق فراشه ومتبع لصخر العين تكى صخر على السرير ويالله كافيه دار دراعه على وجهه سد عينيه ودازت ليه وكان كل يوم حافل بالنسبة لصخر كل مرة مشاد مع سجين في شكل مرة في وقت الغداء كان قالس كياكل تجا وقف عليه واحد بدكي يعاير ويسب وكله سلخد العصامل عند صخر عادت دخلوا الحراس وفرقوهم وباقي السجناء غير كيتفرجو وباغين يتشفوه في سخر ومرة كان في الساحة كيتريني الحديد تهبط عليه واحد وذي يروح للحديد اللي هاز بها سخر الأتقال احتقجو ابقى معابز معه السخر وخد تخنقه وجهه اللي حمر ولكن استجمع قوته ودفعه عاد ناض عليه وتشابقه فرقوهم وتعاقبوا بجوج بالسجن الانفرادي لمدة أسبوع وهو أكفز عقاب تمعك دو السخر داك الأسبوع بما شقة ومنلي خرج عينيه تعمى وبدو اللي ما شافه طول هاد المدة وارجع للزنزانة دياله وكيف ما كل يوم يتهجم عليه وليستفزو شي واحد وبعد المرات كيتحامعه وكان مسموح الصخر بالسيارة وحده كل شهر وطلب أهن فقط زوج الأشخاص اللي ممكن يزوروه عمر وموراد ما خلاشي حد من عائلته يجي عنده أصلا الأم دياله مفرس هواني وصيراج كاعي عليه منهار عرف باللي ما قدرش يحميليه غدير ويعتاني بها حتى يرجع ما كيدوزش يوم وما يفكرش في حبيته والأيام الأخيرة اللي يدوز معاها صخر كان كل يوم كيخرج للساحة أو قاعة الطعام كيبقي يقلب بعينيه على واحد الشخص معين اللي عمره غدينسه وجهه ولكن بدون فائدة عمره ما شافه ولف جوه استجن ومركز في التمارين الرياضية يدياله ودي ما كيخطط ويحلل وما كيهضر معا حد إلا إلى دعاة الضرورة وجا يوم جديد فاقت ساندي ولقات رأسها في غرفة غريبة مجهزة بحالي لكينة في عيادة بغات تنوت وهي تلقرازها مربوطة جوج سماطي عرا درابتينها مع السرير واحدة دايزة من فوق صدرها والأخرى من فوق سيقانها بدات كتغوت وتسب احتدخل راكان وصيف وغير شافتهم تكحلات بالعمل وبدات كتنطر وبغات تنوت راكان درب لها مهدئ بشرخيها فقط ما كيناعش وجابوا لها الفطور ووكلوها وبدأ معها راكان الحصة في الحين كان سعيب عليه نومها مغناطيسيا وهي رافضة واستعان بالأدوية المنهسبة يوم بعد يوم كيعتانوا بها ويوكلوها بالزز عاد كيبدأ معها راكان العلاج وداز شهر بدون نتيجة حتى بدأوا كيفقدوا الأمل أنه غادير ترجع من جديد سيف بدوره كيدير كل في جهده باش يخليها ترجع لدرجة تمشى المغرب وجاب صور عائلتها لأم ديالها وختها وكيعاود لها على الإيام اللي دوزوا مع بعضياتهم في المعهد والذكريات اللي عمره غدينساهم من نهار دخلات غادير لحياته ما تجاوبات مع حتى حاجة وديما كتوخرها بنوبة غضب وكتبقى تسب وتهدد فيهم وتتوحدهم بالشار أنا رجعوا لعند سخ كان واقف في الزنزانة وكيترحت ما نصدقش باللي أخيرا شافه ولكن تعجب علاش طول هاد المدة ما كانش كيباليه في حتى بلازة حس بشي إنه في الموضوع وخاصه يعرف شنو كاين ما بقاش قادر يسور جا وقت التنفيذ وخرج للساحة كيف كل يوم جالس في كرسي بوحده مربع إيديه وناشر رجليه وكيشوف نقطة وحدة ووجهه عليه نفس النظرة الغامضة والحادة حس بشي حد قلس حداه وقال له جيت غير نقول ليك حضي راسك ادراقه ورجع سخر سمع الاسم وذير على إيديه حتى خرجه عروقه ودار شاف في الساجين اللي قلس حداه وقال له فين جات الزنزانة دياله قال ليه الساجين علش كتسور سخر شاف فيه وقدر بحده أي معلومة كتعرفها لدك الكلب قولها ونود شوف ما تقدم قال ليه الساجين اللي عارف هو أنه محكوم عليه بالمؤبد وقدين في هذا السجن ادخل ليه صغير فشكان في العشرينات ودار بلاستو ضغية وقتل شحال من ساجين واحتل حراس قاتل فيهم شحال من واحد إيه لكن تيناوي على شي حاجة غير انساها هداك ما معاش اللعب بتزم السخر وقاله ولكن أنا جاي نلعب وماشي أي لعب لعب لكبار ومتشوق لهذا اللحظة من زمان الساجين وقفوا تم غادي وقال كنت كنت منا نقنعك باش تراجع لدك شي اللي في بالك ولكن باي اللي مصرع لقرارك اللهم عاك سعادة الضابط أما عند غدير اختفاء ساندي ما كان سهل لحقاش غدير استرجعات قاعدك شي اللي دهداته ساندي للجرائم والقتل واحتى آخر واقعة فيش دفعات أم صخر من تروج هيد الشي حطم غدير وخاهي ما ليهاش دنب ولكن تاكسات ودمرات وتمنات لو أنها ما تحالجاتش غير ما تسترجعش هادوك الدكريات شحال بكات على خطها وعلى اللي وقع عليها وبكات على راسها وعلى الزوبعة اللي كانت عايشة فيها وصخر اللي تقطع قلبها عليه فاش عرفات بلي مسجون في المغرب ولكن ما كانتش عند هالشجاعة باش ترجع عنده وهي عارفة أنها كانت على شوية وتكون سبب في موت الأم ديالي كيف غادي تواجهه وتشوف في عينيه فاش غدير كانت في هادا المرحلة الصعيبة ما لقاتش من غير راكان اللي كان في جنبها في كل خطوة واحتسي في المكان كتاح ليه الفرصة كان كيجي يشوفها ومن اللي كانت في المصحة طلقت بسوجين اللي حتى هي كانت كالتعالج من الاكتئاب وهي فتاة عفوية كبرتها جداتها من بعد ما توفى والديها في حريق وماتت جداتها عام هذا تحطمت ودخلات في دوامة حزن عميقة واكتئاب حات كانت جداتها آخر شخص لها في عائلتها ومن اللي مشات حسات بعالمها نهار امتهنات مهنة عرض الأزياء من اللي كانت صغيرة وتشهرات في السوشال ميديا ورغم شهرتها عايشة حياة عادية بعيدة على الأضواق مستمتع بحريتها وكتتحرك في بغاة بعيد على هرج الشهرة والمشاهير اللي كيقلبوا على لفة الانتباه ساكنة في حي هادئ وفي منزل بسيط وارتاتوا على جدودها طلاقات مع غادير أول مرة باش كان راكان جاب هال عند أستاذ ديالو واللي هو أخي السائي في علاج المرضي الغدير وعنده خبرة كبار من راكان هو كوري الجنسية وعنده ما صحة في سيول جاب هال عنده راكان ودرت حالتها من بعد ما عطاه راكان جميع المعلومات عليها وبدأ في علاجها سيف كانت فارق معهم في بريطانيا وهو ممشوا لكوريا وهو رجع للمغرب لأن الأمة ديالو كانت عيانة وخاصة يكون في جنبها دايز الشهر والعلاج أعطى نتيجة وبدأ ظهور غادير كيتكرر وقد رات ترجع معظم ذكرياتها حتى الذكريات اللي كانت عقلة عليهم غير ساندي ودايزت شهرين وخرجت سوجين من المصحة وبقات كتجي تشوف غادير اللي بدات حالتها كتتحسن انهار قربات غادير تخرج من المصحة من بعد ما تشافات كليا اقترحات عليها سوجين جيت سكون مهاها وقالتها غادير لراكان اللي رفض ومعجبوش الحال ولكن غادير كانت عجباتها الفكرة وقررت تستقر وتكمل حياتها في هاد البلاد كانت بداية جديدة كأنها مولود جديد عاد خرج للدنيا ما كان على راكان إلا أنه يوافق ويدعمها وحتى هو قرر يخدم مع الأستاذ دياني ويكمل بحثه تم ماكنيت غادير احترمات قراره وخاما بغتوش يبقى على ودها وتكون هي السبب في هاد القرار اللي خداه انتقلات غادير وثكنات مع سوجين اللي عرفات من بعد باللي هي عارضة أزياء مشهورة سوجين دارت غادير الماناجر ديانا وخاما عندها حتى معرفة بالمجال ولكن سوجين بغتها باش تخرج للعالم وتندامج مع الناس حتى الوحد النهار تعرض عليها عمل في عرض الأزياء من طرف الشركة اللي خدامة فيها سوجين في اللول رفضات ولكن سوجين قدرت تقنحها اختانعت غادير بكلام سوجين ودخلات في مجال جديد ساعدها من عدة نواحي واسترجعت ثقتها بنفسها وبدأت كتبني في شخصيتها من شديد مبقاتش غادير الضعيفة واستاذة جالي كتسمح بحقها وما كان على راكان غير يقبل وخاما عجبوش أنها تدخل العالم الأزياء على داك شي اللي معروف عليه ولكن غادير دارت حدود مايمكنش تتخطاها أبدا سناد العقد بعد ما وافقوا على شروطها بالكامل من نهار شاف صخر دراجون قدر يعرف باللي رجع للزنزانة دياني وكانت في نفس الطبقة اللي فيها صخر وصل وقت الأكل وبدأوا كي يخرجوا السجناء بنظام وحراسة مشددة تفاديا لأي مشكل أو اشتيبات واحد مورة واحد هابطين في الدروج وغادين في صف واحد وصلوا لقاعة الأكل وهي الصخر عينيه وشاف في واحد الجهة وهو يباليه دراجون جالس في طبلة بوحده وحات قدامه بلاتو عامر أكل مضوبل على داك شي اللي كي ياخده السجناء الأخرين منشخد البلاتو ديالو وديز عمر ليه الأكل وتقدم بخطة واتقة حتى وقف عليه جلس مقابل معاه وخبط البلاتو على الطبيعة هز دراجون عينيه الشرانيين وشاف في صخر اللي بدوره بعدلوا نفس النظرات دراجون قال له بصوت خشن كي يخلع ابن يزيد الصغير كيف الزعمة؟ تاريخ كي يحيد نفسه لشنو؟ صخر قال ليه ما نضنش كون متأكد هاد المرة تاريخ غدي يتغير دراجون قال ليه حاولوا دير جهدك باش ما تطلقاش بباك وتتحشم معاه حيت فشلتي تاخد ليه التأرو ياك هاد الشيلاش جاي عندي قال ليه سخط 13 سنة وانا كانت سنة هاد اللحظة ما تخافش موجد ليها مزيان دراجون هز البلاتو ديالو قال اوكي هاحنا غادي نشوفه واش الابن يقدر يتفوق على الاب حيت بباك مات بسهولة وخاب امالي بزاب في الجنرال بن يزيد ساخرك تم غضبه وقال له لعد العكس ديال نهايتك بدا مشه دراجون كيدحك باستهزاء ومخلي موراه بركان شاعل على وشك الانفجار ابقى جالس كيشوف في البلاتو اللي قدامه مقاسوش وقف ولاحدك شي وتوجه للطوالات كانت خاوية ادخل سخر وقف قدام لبابه وافتح الباب دا كيدو ووزع لعرقوه وجهه حاس بالعافية شعلة فيه تحرك البؤبؤ ديالعينيه بسرعة فاش حس بشي حد موراه ومع ذات القادر اقوم راه حس بشي حاجة تخشات في جنبه بقوة واختار قاد اعضابه ونزل عينيه بانتليه ايد دراجون شادة في فرشات الاسنان وخاشيها في جنب سخر اللي كيشارشر بالدم جبدها بقوة حتى تقوه سخر من الالم كان التحت ديال فرشات ماضي بحاني لمنجورة وولى راسها رقيق حتى دراجون ايد دولي كلها وشوم على كتف سخر وقرب عنده ادنيه وقال له بصوت كيف فحيح الافعة عرفتي باش كانت تمييز على الناس اخرين ضربتي كتكون غير متوقعة عاود غرس فيه الفرشات في نفس البلاسة وبدأ كيدورها باش يدير ضرر اكبر دم السخر وصل الارض ودير داية بعد عليه دراجون خلي الفرشات مغروسة في بطن سخر بتاسم ليه وعطاه بالظهر وخرج بدأ كيحس بالدبابة في عينيه ورجليه مبقوش هادينه حد ايده جنب الطعنة وكيتلمس في الفرشات بتاسم هو كيشوف خيال الاب دياله واقف قدامه وكيشير ليه وفجأة طاح على طولته وما جارته غير على الاشاس خلاته يفقت الوعي اما هي كانت غادة في الشارع مكمشة في الموطو ديالها والريح كيدرف شعرها فجأة وقفت جامدة وحطات ايب تهجهت قلبها حسات بحاجش حاجة غرسات في قلبها معرفيتش باش تقلات وحاسب الخنقة كأنها مقجوجة طاحت على ركابيها ومره كتحط ايدها على العنقها ومره على قلبها تلقيت صافرة مجهدة فارجاء السجن وقاعد السجناء عرفوا باللي احد السجناء مات حيث ما كتتطلقش الا في حالة الموت ابدايت لهدركة الدور والسجناء بغين يعرفوش كنت تعفع ليه من هذا الجحيم حيث اللي دخل لهذا السجن ما كيخرش الا الى كان غادي للروضة ما كين لا اعفاء ولا خروج مشروط اصلا غير صحاب الجرائم من الوزن التقيل اللي كيتواجدوا به القليل فيهم اللي كتلقى عنده عشرين او ثلاثين سنة جمعوا السجناء وبدو كيرجعوهم لزمزاناتهم الاغلبية فيهم لاحظ غياب صخر ومنهم الساجين اللي كانت تكلم معاه كان واقف علامات الحزن باين على وجهه وكيتمنى ما يكونش دكشي اللي في باله وقع بدأت الهضرة كتنتاقل من سجين اللاخر وجملة وحدة كتتعاود الدراجون اقتل الضابط صخر كانوا كيتداولوا هاد الجملة وهما ضحكين حاسين بالشمتة فقط لأنهم محضروش ليه ماش يتشفى ويشفي وغالينهم في اللي كان سبابهم في الدخول لهاد المكان غرغرو عينين الساجين اللي كانت لقى المساعدة من صخر وكان على الأغلب الوحيد اللي حزن على هذا الخبر وفي المستوصف التابع للسجن كان مستلقي على البياص ودينين عليه إيذار بيت مغطيه كله وبقع الدماء مطبوعة فيه واقفين عدة حراس كيتناقشوا بيناتهم والتاسب المسؤول باش تقام الإجراءات ويخرجوا الجتة ويعلموا عائلته كان جالس في الزنزانة دياله كرشو دهره كلهم وشعب خاصة دهره كيتوسطه وشم كبير للتنين وهو وراء تسميته بالدراجون جسمه مقلدم وعضلاته منفوخين بشكل مبالغ بحل أجسام المصارعين هاي الزجوان كيكمي فيه بأريحية بحالي لقالس في دارو ماشي في زنزانة هز عينيه وباليه أحد الحراس واقف قدام الباب الحارس قال مدير السجن بغاعد الدراجون قال ليه ايه او من بعد قال ليه الحارس ضروري تمشيل عنده هاد المرة تجاوزتي الحدود قاتل ضابط وماشي أي ضابط صخر بن يازيد كل شي عارفه وإلى داعة الاخبار بنادم غادي بديها بش وتقدر تتعاقب عليها هاد المرة وقف دراجون وقال اديها فراسك لنفرعوا ليه وتحرك إلا أنتو مخايفين أنا ما كنخافش وهنا حاسبه ضاري ما غاديش نخليشي واحد يجي وتبورد عليها فيه خرج هو والحارس الفين واقفين ثلاثة أخرين وداوه للمكتب المدير في جهة أخرى من السجن ابقوا واقفين في الخارج ودخل هو بوحده كيف ما موالب باليه المدير قالس فوق الكرسي ووجهه صفر قلس فوق الفوتين مسرح وناشر جسمه ضخم كيشوف المدير باستغراب وهو يقول دراجون ما لك مخلوع لهاد الدرجة موت بن يازيد الصغير أطر فيكم وبدأ كيتحق وقال ما تخافش صحابنا غادي تكلفه حتى كيسمع شي صوت كيقول له ما نظنش هاد المرة غادي نفعوك تلفت دراجون جهة الصوت وإيدا به كيتصدم كان واقف قدامه على رجليه عاري الصدر وجنبه عليه لسقة كبيرة ووحده في جنب رازه دراجون معرف باش تبلع قال صافي نحاه وما بقى له غير يكون تحت الطراب حتى كيلقاه قدامه صحاسلا قال صخر ما تقولش لي تصدمتي لهاد الدرجة تصدمتي فراسكيك كيبال لي يفقدتي اللمسة ديالك كان عليك تأكد باللي مول أمانات دا أمانتو عاد الدوز تحنقر على الباشار ولكن ملومكش كبر الثن وجنون العدم اللي فيك سطعك صراحة ضمتيني ومشيتي على حسب الخطة ديالي بالحرف عند بالك ما دايرش في حسابي باللي غادي تقدر بيه في أي لحظة خيبتي ضني فيك زع ما ما قدرتش تقدر مدى خطورة ودهاء الخصم وانت اللي عايق وفايق وما كيديرها بيك حد قال ليه دراجون ما يمكنش وهو يقول سخ لا يمكن جيت على قبلك وما غادي نخرج حتى نصفيها ليك بأبشع الطرق وكنت عارف الخبار وصلاتك وقالوا ليك ما نخرش من هنا حي داك الشي علاش خليتك تقتلني همتي دراجون شاف بالمدير وقال وانت كيفاش قضيتك قال ليه سخر لا لا وهو غير كيتبع الأهوامر فقط ما تضلموش مسكين وشاف بالمدير وقال له دير جيب ليك شي دويرة ناضي المدير وخرج تحت نظرات دراجون القاتلة وكيف تسد الباب جا دراجون يدور وهي تجيه لك معلنيفه حتى شر شر بالدم ولا في هيئة وحش مستعد ينهش لحم عدو وهو يقول دراجون جنيتي على رأسك كنت باغي نصيفتك بالعداء ولكن انت اختارتي الطريقة الصعبة قرب عنده سخر بسرعة وعطاه درب الفكوح تتحكسنا وهو يقول له شحال فيك دي الله دراجون وبدالعراق كل واحد كيدرب بجهده دقف سخر ودقف دراجون سخر وخنزف وجرحه باقي جديد إلا ومحاش به نار الانتقام شعلا فيه وكيبالله غير يشفيه غليله فيه ما يقتل دراجون برصاصة واحدة ولكن ما بغاش يقتله الموت أرحم ليه خاصه يدوز من العدام ويموت بشوية بشوية يكون موت بطيبة من بعد ما دوه السخر على دراجون جاع أنواع أساليب التعديد وخلاه كيلفض أنفاسه الأخيرة في صندوق عامر مسامر قال له قلت ليك ما غاديش نرحمك ونقتلك بزهولة وطلع مع الدراج والقلم ودير واقف وبين فيه مرفوع لاح لي يستخر الهدراء بلا ما يشوف فيه قال لي عائلتك في آمان دابا خرج من باب آخر وكانت الطموبيل ديانه محطوطة ركف فيها وذات بسرعة فائقة مات دراجون وعمر وموراد تكلفوا بالجتة ديانه ومدير السجن تعاون معهم سخر جاه من نقطة ضعفه واللي هي عائلته وقرر يتعاون معهم ورجعوا جتة دراجون زنزانته وعنه باللي مات بسكتة قلبية كل شي تتضم الخبر لا سجناء ولا احتحوا لفاء اللي في الخارج وكاين اللي ارتاح بسماع خبر موته سخر أول حاجة دارها من بعد ما خرج من السجن هي يمشل عند الأمة ديانه اللي غير شافت وتلاحظ عليه كتعنق فيه وتبكي كان عند بالها مشى الأمريكا وما باقيش غد يرجع حيت كاعي عليها ولكن فش شافت ورجع لعندها وحدنات ولدها حتى شبعات حاولت تعود هاد المدة اللي كانت قلصة على نار كتصلنا رجوعه ويوم جديد مليئ بأحداث مفرحة وحزينة فاق بكريكي فعاد أهبط لصالة الرياضة اللي في الفيديو ترينا لمدة ساعتين وطلع دوش والبسعين أهبط وكان ما زال كل شي نعز وركفته موبيل وتوجه للمكان السري الكوخ اللي خارج لمدينة وصل وبانت ليه سيارة عمر وفتح الباب ودخل هز الغطاء اللي في الأرضية واللي مغطي بالزربية وهبط مع الدرجات شاف عمر جالس فوق الفوتاي وهي شي حاجة في ايدو بحل لكتان عمر شافو حدك شي من ايدو فوق الفوتاي ودار عليهم خدة صغيرة ونات قرب عند صخر وهو يقول له صخر جايب شي حاجة ولوالو قرب عمر من نوع النقو وقال له على سلامتك بعدها ادخلتي لجحر الحنش وخرجتي حي ما عندي مانت سهلك صخر قال له ياك ما توحشتيني وهو يقول له عمر لا بالعكس عاد شفت لهنا صخر قال لي يواعطيني المفيد قال ليه عمر آه فراسك الدراجوم عنده احتحد لا عائلة لأصدقاء احتحد ما تسوق الجتة دياني وأكيد شركاء احتهمت بالروا مني صخر قال هاد الشي قلتيه ليا البارح في التليفون واطلقني قراب ديت كان تعصد عمر كيحك فراسوه وقال بس صح قلتوليك واللي تكن سهد لي غوط عليه صخر وقال لي غادي نعوقك إلى منطقتيش فين هي غاديه عمر شاف جهة الفوتاي ورجع شاف به داز فيه الصخر ومشى الجهة الفوتاي وزف بديك لمخدة وهز المشايا وكيف شاف في الغلاف خرجوا عينيه ما يمكنش العارضة اللي في الغلاف هي نفسها غادير حبيبته كيفاش وعلاش واشنو كتدير في المجلة فتحها وبدك يقلب العدد ديال المجلة عامر غير بتصاورها تصدم وفرح من اللي شافها واقفة على رجليها وفي نفس الوقت مفقوص ومعصد كيشوف الوضعيات اللي دايرة وتصاور اللي واخديل ليها كيفاش حتولات عارضة فاش كانت كتفكر كمش المجلة في إيديه وبغي تفكر خنزف عمر اللي كان واقف بعيد ليجي خوي فيه عصبيته وخرج كيسعود وفي كوريا الجنوبية جارة كان عند غادير وخرجها بالزز عرض عليها اللي غدا حيت ما بقاتش كتبغي تخرج وولات غير ساعة دازرة كان المطعم الشعبي تغداو وطلبات غادير منها راكان يتمشوا على رجليهم خرجوا غادين كيهضرو وكيضحكو خدات غادير التليفون وبدات كتصور في راسها عجبها الجو ورتاحة شوية كانت الدنيا عامرة بلاي كوبا وشي غادي وشي جاي وشي كيتصور وشي كيتماشق قرب راكان عند غادير ووقف موراها ودار إيده على خسرها ودخل راسه حتى هو في سيلفي خداتها وهي كتضحك بعدات عليه وجات الدور وهي تشوف خيال واقف بعيد عليهم وعينين مراقبينهم ركزات تشوفه وهو يطيح لها التليفون من إيدها كتشوفه هو بشحمه لحمه واقفه كيشوف فيها في عينها شوفاته كانوا قاسحين وعامرين غضب وليات كترجف كلها وعينيها تغرغوا بالدمار ما كرهاتش تجري وتلاحف حضنه وتعنقوا بكل قوتها ولكن خايفة واحتى شوفاته وزرعوا فيها الضغط يمكن عرف شنو دارت لأمو وكرهها وبحلوالو جاي عاقبها جاه الاحتمالات الخيبين تزوف بالها في هذه اللحظات را كان شافها واقفة ومركزة في بلاسة واحدة دور وجهوه ويبال ليه سخر تكحل بالعمى كيتساءل شنو جابول هنا وكيفاش عرف مكانها عودتاني لاحظ النظرات المتبادلة بيناتهم كأن الوقت توقف وغيرهما بوحدهم لكينين تنمال زير على ايدو كالعنف حظه المكفف ما جاء السخر غادي يضرب ليه كل شي في الزيرو وإمكانية أن غادي ترجع السخط ما يقدرش يستحملها نزلت دمعة على خدها وهي باقة في نفس الوضعية غمضات عينيها وزيرات عليهم فاش شافت ودار وعطاها بالظهر وذات قلبها وجحها وهي كتشوف فيه كيبعد طاحت في الأرض وطلقات العينان لدموحها راكان جا عندها طايا هزها وهز التلفون من الأرض وارجع البلاسة في الفاركة الطمو حطها فيها وهي غير ساهية ودموحها دايزي طلعوا كسيرة غادي سايق ومعصب وخايف عليها كيلعن في السخر ح لمجيئوا اللي دار فيها هاد الحالة وصلت دار وهبط وحليها الباب وبغي هزها ومنعاته بإيديها ابنا ما تهضر ودازت من حداه ودقات الباب فتحات سوجين الباب ودازت من حداها ابنا ما تهضر معها ودخلات لبيتها وصداته واتكات عليه بدأ وشهقاتها كيعلام ونازلة بظهرها مع الباب حتى طاحت في الأرض وبدأت كتغوض ولا كيكرهني اوه علاش يا ربي علاج سخر كيكرهني بسمع را كان غواتها من الخارج عياء يدق ويعيط ومبغاتش تجوه اضرف واحد الكرسي وخرج زاعف وقيسك وفي اليوم التالي نعضت من دق دقو عينيها من فوخين مشات الجيم على سوجين غير بزز عندهم جالسة من هنا لتلتيان اللي دوذاتهم كيف الزومبي اللي بس ما اختافت من وجهها وهي غير كتخمن وكتجنب كل شي احتراكها جهزات راسها ومشات للشركة هي وسوجين ودخلات للستوديو وسوجين كان عند ها التصوير في الخارج دازت لتريسينغ روم وقدوا لها الشعر والميكاب ولبسوا لها الزي اللون كان فستان ابيض سامبل وزوين خرجاته هي طلاقة عارة عرفات بلي الجلسة ديالتو نائي تعارفوا بيناتهم وبدوا الخدمة وقف صخر الطموبيل قدام الشركة وهبطوا دخل بخطوات كبار مشا نيشان للستوديو وقف حد الباب عينيه مشاولي ها ديري كت كيشوف فيها شوفات نارية واقفة كتبدل في الوضعيات هي والعارض مرة شدها من خسرها ومرة معنقها من كتفها كلها مرة وفين كيحط ايديها غادير كان حاضر فيها غير الجسم ديالها والعقل غاير كتتحرك بحال الاهلة وما مركزاش نهائيا حتى انها ما انتبهاتش الوجوده وهو على شوية كان غادي تفرقها ما حس إلا برجليه قادوه عندهم وبدون اندار جر غادير من بين ايدين العارض ونزل عليه بلاكمال وجهه خليه منشور في الارض كينزف وبدأ كل شي كيغوز جرها موراه مزير على ايدها بالشهد وهي مشوكية وكتألم من القبضة اللي داير لها خرج من الشركة وجرها حتى الباركينج وقفوا دفحها للطموبيل ديالو حتى تزدح لها دهرها هز ايدو حتى لسماء ونزل عليها بصفعة تاريخية قال لها تبارك الله عليك ما خليتي ليه ما نقول رجعتيك هتمشاي ونتي تفرعني هادي هي الخدمة اللي بنت لك ها ما خليها هاديك يتلمس فيك ويعبس فيك كيفوها هيدا راهو واتصل قيت في العلانة قاطعاته غادير وقالت له توحشتك سكت وفقك يتأمل في وجهها وعينيها وفخدها اللي حمر ومصورة فيه ايدو ديك الكلمة باش نطقات فشلاتو وسرحات معاه اهجم عليها بدون سابق اندار وتلاح على شفيفها كيفوز ويحاول لسقها مع التموبيل وحاكمها بجسمه حتى تناليها ظهرها ومالة اللعب حتى ايدو مرعنقها وقربها ليها كتا مدة طويلة وهم باقين غارقين في القبل متتالية والطويلة ادعاف قدامها بلا ايرانتو وخا كان محلف عليها هز ايدو حتال السماء ونزل عليها بصفعة تاريخية اقال ليها تبارك الله عليك ما خليتي ليه ما نقول ارجعتي كاتم الشاي وانتي تفرعني هادي هي الخدمة اللي بنت لك ها مخليها هاديك يتلمس فيك ويعبس فيك كيفوها هيدا راهو واتصل قيت في العلانة قاطعاتو غاديرو قالتو توحشتك سكت وابقا كيتأمل في وجهها وعينيها وفخدها اللي حمر ومصورة فيه ايدو ديك الكلمة باش مطقات فشلاتو وصرحات معاه اهجم عليها بدون سابق اندار واتلاح على شفيفها كيفوس ويحاول لسقها مع التو موبيل وحاكمها بجسمه حتى تناليها ظهرها ومالت اللعب حط ايدو مورا عنقها وقربها ليها كتاب مدة طويلة وهم باقين غارقين في القبل متتالية والطويلة ادعاف قدامها بلا ايرانتو وخا كان محلف عليها ترجمة نانسي قنقر